تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة لاعتماد سلسلة من القوانين المثيرة للجدل وهي مثيرة للجدل وتتسبب أحيانا بصدام بين المحتجين والشرطة كما حدث أمس في تل أبيب لأن الحكومة تعتبرها إصلاحا قضائيا أما المعارضة فتعتبرها انقلاب فالحكومة مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية تقول أنها تريد الحد من قوة السلطة القضائية وتحديدا المحكمة العليا لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية وبذلك يكون للحكومة اليد الطولة في تعيين قضاة المحكمة العليا التي عليها أيضا أن لا تتدخل بقوانين الأساس التي اعتمدها الكنيسة وأيضا يكون من حق المسؤولين السياسيين اختيار مستشاريهم القانونيين لأجل هذه الأسباب تحديدا تحتج المعارضة على هذه التشريعات وتعتبر أن من شأن اعتمادها الانقلاب على السلطة القضائية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية ولطالما تباهت إسرائيل بأن قوة سلطتها القضائية هو عنوان دموقراطيتها تتواصل الاحتجاجات منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة بن يمين نتنياهو نهاية شهر ديسمبر قانون الأول الماضي ويتوقع أن تستمر حتى اعتماد هذه القوانين نهائيا الشهر المقبل وحتى ذلك الحين ستتواصل لاحتجاجات ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة اشتركوا في القناة